بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إزايك يا بنات عاملين إيه أتمنى يا رب كونوا دايما بخير النهاردة إن شاء الله هنعمل الكفتة هنعملها بطريقة اقتصادية جدا وجاملة جدا وظرفة جدا وإن شاء الله هتعجبكم من ربع كيلو لحمة هنعمل كيلو كفتة إزاي يا أمو صمر تابعوا الفيديو للآخر وإن شاء الله الوصفة هتعجبكم شايفين الكفتة منظرها روعة وطعمها جامل جدا 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 إن شاء الله هتعجبكم وهتنال إعجابكم وهتجربوها بالطريقة بتاعت دي بس حبايب ألبوم مصمر ما تنسوناش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله إن شاء الله هتتابعوا الفيديو وهتعجبكم وهتجربوها وإن شاء الله تقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات شايفين شكلها يا بنات إن شاء الله جميلة جدا ومقرمشة وطرية من جوة وإن شاء الله هتعجبكم بالطريقة بتاعت دي طريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة جدا من ربع كيلو لحمة عملنا كيلو كفتة ازاي يلا بينا مع بعض نشوف عملنا الكفتة الجميلة بتاعتنا ازاي معنا هنا حبايب قلبي حوالي نصف كيلو بطاطس مبشورة وعصر المية بتاعتها تماما اهم حاجة فيه البطاطس بعد ما نبشورها نعصر المية بتاعتها ومعانا بصلاية كبيرة خالص مفرومة وبرضو عصرنا المية بتاعتها يبقى احنا نعصر المية بتاعت البطاستاية المبشورة والمية بتاعت البصلاة المفرومة ومعانا هنا حوالي كوب باية صميد مطحون ومعانا شبات وبقدونس ومعانا بهرات اللحمة أو بهرات الكفتة ومعلاقة فلفل أصمر ومعلاقة فلفل بهرات مشكلة ومعلاقة ملح ومكعب مرأة ومعانا بيضاية شايفين الخليط ده كله يا جماعة هنحط كله على بعض كده ونبتدي مع بعض كده نخلطهم بالراحة كده مع البيضة بتاعتنا هنفرق الخليط ده كله مع بعض كده زي ما انتوا شايفين يا بنات هنفرقه حوالي دقيقة كده لما يتجانس مع بعض كده ندخل الخضرة في البصل في البطاطس بتاعتنا المبشورة هنعمل مع بعض النهاردة كفتة البطاطس باللحمة جميلة جدا واقتصادية جدا جدا ومشاء الله بتدينا كمية كبيرة من ربع كيلو لحمة بتدينا حوالي كيلو كفتة هتجربوها وان شاء الله هتنال اعجابكو شايفين هفرقها كويس جدا لما يتجانس الخليط كله مع بعضه البصل مع البقدونس مع البصلة المبشورة بتاعتنا مع البطاطس طاية زي ما قلتلكو اهم حاجة ان احنا نعصر البصلة كويس جدا ونحشو الماء بتاعتنا حيشاف جنبها عشان اصبع بيها الكفتة بتاعتي وفي نفس الوقت برضو البطاطس طاية بتاعتنا برضو نبشرها ونعصر المية نتخلص من المية بتاعتها لان يا حبايبي لو سبنا المية في البصل ولو سبنا المية في البطاطس المية هتخلي كفتة بتاعتنا تفكه مننا وهتبقى مش هلوة هتخليها تفك بساعتها وهتلاها مش متماسكة شايفين الخلط بتاعنا ما شاء الله تماسك معنا وبقى طري وجميل ازاي اهم حاجة نعجنه كويس جدا جدا انا فصلت الكاميرا واعدت عجن فيه حوالي دقتين او ثلاثة اهم حاجة نعجنه القوام الطريق جميل ده زي ما انتو شايفين معنا ربقى كيلو لحمة بتاعنا زي ما قلنا ربقى كيلو لحمة هنعمل كيلو كفتة ازاي يا مصمر زي ما انتو شايفين كده مكربوها وان شاء الله هتعجبكو هتبقى طريقة جميلة جدا 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 هطنا اللحمة بتاعتنا بقى وهنبتدي برضو نعجن كويس جدا هنبتدي برضو نعجن بقى اللحمة مع الخليج بتاعنا يا جماعة نعجن كويس جدا يا بنات شايفين اهم حاجة نعجن الكفتة كويس عشان الانسجة بتاعت اللحمة عشان تتماسك معنا ونعرف نشكلها وتستوى معنا وتبقى متماسكة ما تفكش مننا خالص شايفين منظرها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكو انا عملتلكو كفتة كعلى كام طريقة في القناة ودي طريقة مختلفة وطريقة اقتصادية جدا وهتديك كمية كتيرة وهتبقى جميلة وسهلة وهيبقى طعمها مختلف عن الوصفات اللي فاتت كلها زي ما انتو شايفين يا بنات الكفتة بتاعتنا شايفين يا بنات ده المنظر النهائي اللي كفتة بعد العجن انا فصلت الكاميرا واعدت عجن فيها حوالة خمس دقايق لما الخليط بتاعنا كله تجنس مع بعض وبقت عجنة طرية وسهلة ان انتو تشكليها برحتك زي ما انتو شايفين كده يا حبيبي شايفين يا بنات معانا هنا بقى الصينية بتاعتنا الصينية انا دهنها زيت اهم حاجة اكون دهن الصينية بتاعتنا زيت لان الكفتة بتاعت فيها بطاطس فالبطاطس ممكن تلزق مننا اهم حاجة ندهن الصينية زيت كويس جدا جدا شايفين معانا مية البصل بقى بتاعتنا هنسمي الله ونبتدي بقى نصبع الكفتة بتاعتنا بكل سهولة زي ما انتو شايفين احنا هنعملها صابع كبيرة كده عشان هي كده كده بتكش مننا وبتصغل فاحنا هنعملها كبيرة شوية كده عشان الصباح يبقى كبير وكويس جد هنسمن لها كده بقى ونبتدى بقى نصبع زي ما انت شايفين كده نشكلها صوابع سهلة جدا وبسطة جدا عايزة تصبعها في السيق او بالعصايا بتاع الشيش طوب ماشي براحتي بس انا هعملها بأداية بقى على السريح كده وهكون سهلة وبسطة زي ما قلتلكو يا حبيبي اهم حاجة في البداية عشان الكفتة تبقى طرية ومعاك وتعرفت شكلها كويس جدا زي ما قلتلكو اهم حاجة ان احنا نقصر ميت البصل نتخلص منها تماما ونسيبها زي ما انا شايفها كده في جنب عشان اصبع بها وميت البطاطس شايفينها ماشاء الله طرية معايا ازاي وجميلة ووقت تقدر تشكلها بالسيخ او بالعصيان بتاع الشيش طوق او باديكي عادي بأي طريقة انت حباها شايفينها سهلة وبسطة جدا من ربع كيلو لحمة عملنا كيلو كفتة سهلة وبسطة جدا وتنفع في العزمات وممكن تعملها الاولادك في عشاء في فطار في وقبة غداء وعلى فكرة انا عاملة معاها مكارونة بس لقيت الفيديو هيبقى كبير قوي فا اجلت بقى الفيديو بتاع المكارونة هنزلكوا وقت تاني لان لقيت الفيديو هيبقى كبير وما ينفعش ان انا نزلهم مع بعض فأجلت بقى المقارون أنا كنت عاملة مقارون وعملت كفتة دي معا سهلة بسطة جدا جربوها يا بنات والله جميلة وموفرة وما بتاخدش منك وقت ولا مجهود ولا أي حاجة شايفينها عملناها على طول عاستريع ما أخدتش وقت ولا مجهود وصبعناها زي ما انت شايفين كده يا بنات صوابع كبيرة عشان كده كده اللحمة هتكش وهتتصغر فأنا بعملها صوابع كبيرة على فكرة الكاميرا جايبها من بعيد برضو صغيرة بس أنا عاملة صوابع كبيرة أقوى على فكرة شايفينها سهلة وجميلة جدا وجربوها كفتة اللحمة بالبطاطس والله بجد طعمها مختلف وسهلة جدا جدا شايفينها أسهل حاجة ممكن تعملوا شايفين لو وصلتوا بقى معا للنقطة دي حبايب قلبوم مصمر ما تنسونش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد واللي لسه داخل قناتي جديد ما ينساش يضغط على الزر الأحمر اللي تاع هيجيلك اختيار اختار الكل يا سيدي الكل عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله البنات بقى اللي بتقول يا أمو صمر ما بجيليش إشعار قلتلكوا يا حبايب قلبي اللي ما بجيليش إشعار للفيديوهات بتاعتي يلغي الاشتراك واشترك تاني عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله بنزله وحبايبي بشكركم كتير جدا جدا البنات اللي بتكتيب لي تعليقات جميلة بكون سعيدة بجد والله بجد بكون سعيدة جدا جدا وأنا بقرأها وبتشجعوني بتدوني طاقة إن أنا أكمل واستمر ونزل لكم كل يوم فيديوهات جديدة وبكده يا حبيبي خلصنا شايفين شكلنا الكفتة بتاعتنا هندخلها بقى الفرن يا بنات هي سهلة وبسطة جدا هيات ما أخدتش مننا وقت ولا مجهود أهم حاجة زي ما قلتلكوا حطه زيت في أرضية الصينية عشان الكفتة بتاعتنا بول بطاطس فعايزة زيت في الأرضية بتاعتنا بول بطاطس هتستوى بقى وهتبقى جميلة مع بعض إن شاء الله وفيه طريقة تانية برضو يا بنات أقول لك عليها ممكن إن إحنا برضو نبالله في البيت والصميد ونحمها في الزيت عادي عادي ما وأنت مش عايزة تحطيها في الفرن هتبقى جميلة جدا أنا بحبها كده بصراحة بحبها بالله في البيت وحمرها في الزيت بتبقى مقرمشة وجميلة بس أنا عشان مستعجلة دخلتها الفرن وده الشكل النهائي الكفتة بتاعتنا شايفين منظرها يا بنات حاجة كده روعة روعة فوق الخيال يا رب الفيديو بتاعنا هيجبكم شايفين شكلها يا بنات والله بجد حاجة كده تفتح النفس مقرمشة من بره وطرية وجميلة وطعمها جميل مع البطاطس بجد جربوا كفتة بتاعي البطاطس دي جميلة جدا وسهلة جدا وما أخدتش مننا وقت ولا مجهود وزي ما قلت لكم أنا عاملة جنبها مقارونا بس الفيديو اللي قاته هيبقى كبير قوي فأجلت الفيديو أجلت المقارونا هنزلها لكم بقى مرة تانية شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وسهلة جدا ممكن نعملها جنبه مقارونا ممكن نعملها مع بطاطس وجبن وحاجة برضو ديتمشي وديتمشي شايفينها بسم الله ما شاء الله سهلة وبسطة جدا كفتة البطاطس باللحمة جميلة وزي ما قلت لكم أهم حاجة نحصر الماء بتاع البطاطس وبتاع البصل والكفتة تبقى معاك زي الفل شايفينها ما شاء الله ما فكتش مننا ومشاء الله جميلة واهم حاجة نعجيناها كويس جدا اهم حاجة نفرق المأدير في الاول كويس جدا عشان نتخلص من المياه اللي فيها ودي هتديها انسجة هتخلي اللحمة بتاعتنا تمسك والكفتة بتاعتنا ما تفكش مننا شايفين بسم الله ما شاء الله سهلة وبسيطة وان شاء الله هتجربوها شايفين ما شاء الله جميلة جدا وسهلة جدا يا رب الفيديو بتاعنا يا جيبكم من ربع كيلو لحمة عملنا كيلو كفتة سهلة وبسيطة جدا وجربوها اقولولي بقى رأيتها في الكومنتات ان شاء الله حبيبي ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة الكفتة كفتة البطاطس الجميلة السهلة البسيطة الاقتصادية ان من ربع كيلو لحمة عملنا كيلو كفتة لأولادنا حبيب قلبنا طبعا لازم نعمل لهم الحلو كله ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة يا رب تنال اعجبك وتعجبك وتجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات حبيب قلبي اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة